بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اليوم حقيقة سوف نتحدث عن إنشاء البساتين ليس إنشاء البساتين بالمعنى المعتاد وهو أن تقسيم البساتين إلى مراحل ولكن إضافة إلى ما سوف تقرأونه عن هذا الموضوع هناك بعض الملاحظات التي سوف نتطرق عليها في هذه المحاضرة فزراعة البساتين طبعا تعد من المواضيع المهمة جدا حقيقة في إنشاء البساتين ويعني هذا الموضوع يأتي من أهمية المشاريع الاستثمارية في إنتاج الفاكهة والتي تعد من المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل فإتجار الفاكهة رغم أنها تحتاج إلى بضعة سنوات يعني ثلاث أربع سنوات لبدء الإنتاج بعدها زراعة الأشجار في المكان المستديم تصل بعدها إلى الإنتاج وتستمر في الإنتاج التجاري لمدة طويلة نسبيا بالمعدل 15 إلى 30 سنة وقد يتجاوز هذا العمر لكثير من أنواع الأشجار لكن بسرعة مع إشجار الفاكهة النفضية يعني لا تتجاوز هذا المقدار إلا بشيء قليل فمثلا وجدوا بعض إشجار رمان أمرها حوالي 300 سنة ومن هنا تأتي همية التخطيط السليم لإنشاء البساتين بحث نحصل على إنتاج جيد كما ونوعا وبمردود اقتصادي لأطول فترة ممكنة وأكيد هذا هو ما يبحث عنه المستثمر بعض الملاحظات مهمة حول اختيار الموقع موقع إنشاء البستان سالسليكشن طبعا اختيار الموقع نحن بالغالب قد يكون لنا موقع البستان نريد إنشاء البستان عليه فهنا علينا دراسة طبيعة الأرض والبيئة المحيطة ومن ثم نختار النباتات المناسبة فاختيار الموقع حقيقة عندما يكون سليم أو صحيح أي أنه زراعة أشجار من أشجار الفاكهة في أرض مناسبة لنموها وأنتاجها بكمية ونوعية جيدة وطبعا كلما نزرع نباتات موجودة وأنواع موجودة في المنطقة كلما يكون آمن في حين زراعة النباتات أو الأصناف الجديدة هذا يزيد من مخاطرة المستثمر وأيضا يطلب المزيد من الدراسة والتمحيص للأصناف والنباتات التي ممكن أن تنمو في هذه المنطقة حقيقة هذه المحاضرة مبنية على مقالة لأحد الكتاب وسوف أرفقها لكم طعم بلو الإنجليزية فتطرق إلى بعض الأمور التي لم أجدها في كتبنا العربية سابقا فنحن تعودنا على إنشاء البساتين بطريقة تقليدية وهذه عليكم رجعتها في الكتب المنهجية المتاحة لديكم ولكن من الأفكار الجيدة التي عجبتنا حقيقة يقول بأنه إنشاء البساتين عندما تريد إنشاء بستان لفاكهة معينة فيفضل إنشاءها في مركز إنتاج تلك الفاكهة ولا تذهب إلى منطقة لا تزرع هذه الأنواع وهذه من وجهة نظر تخص الإنتاج نظرا لتوفر مستلزمات إنتاج تلك الفاكهة فالمعلومات المتوفرة المتاحة والإمكانيات المادية والبشرية دائما ما تكون موجودة في تلك المنطقة فنحن نلاحظ عمليا بأن الزراعة يتورثوها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم وبالتالي يصبحون ذو خبرة في هذا المجال بحيث مهما حاولنا أن نطبق التعليمات فيتفوقونا علينا إلا إذا أردنا نتبع ما هم فيه ثم نضيف إليهم أشياء حديثة لينطور زرعتهم أما إذا بدأنا نحن من البداية فأكيد تطبيقا سوف يتغلبون علينا فهذه الفكرة حقيقة أعجبتني فيقول إذا كان الزرعت في منطقة فيها مزارعين من هذا النوع فتجد أن هناك كثير من الخبرة العملية والعمالة الماهرة التي ممكن أن تقوم بعمليات التقليم والخاف والتحليق والجني والتعبية وغيرها بما يناسب الفاكهة التي سوف تزرع وبدون الحاجة إلى تدريب عمال آخرين إذا زرعت البساتين في ماطق أخرى فسوف يكلفك ذلك الكثير من حيث نقل للعمالة ونقل للخبرات أيضا يشترط اشترات ثاني في الموقع يقول يجب أن يتوفر في المنطقة أماكن سكن قريبة من البساتين أو في البساتين لاختصار الوقت للقيام بأكبر قدر من العمليات الزراعية بوقت قصير وكذلك أيضا قد يكون في هذه المنطقة المتميزة بزرعة هذه الأنواع أو الأصناف مخازن مبردة تكون متاحة لتبريد وحفظ المحاصيل لحين التسويق إذن هذه ميزات أيضا قد تحتاج إلى كثير من المستشارين والعملين الميدانيين والزائرين في مجال المكافحة والآفات والتقليم فنيون كثيرون في مجال إنتاج الفاكهة فتجدهم موجودين ومتوفرين في هذه المنطقة فإذا قمت بإنشاء البساتين في مناطق مفصلها فسوف يكلف كذلك الشيء الكثير طبعا الموقع حقيقة ولو سوف نأتي إليه بعد قليل بأنه عوام البيئة هي المهمة في اختيار الموقع وهي العام الأساسي في إنتاج الفاكهة حجم البستان ومساحاته طبعا نحن دائما مصطلح البستان يطلق لدينا على مجموعة أو مساحة صغيرة أو كبيرة يعني مزروعة بأنواع من الفاكهة وقد لا تحمل معنى البستان فالبستان يجب أن يكون بمساحة كافية للإنتاج التجاري وأن يزرع فيه أنواع محددة وأصناب محددة وفقا لمعايير علمية سليمة يسهل معها عملية الإدارة والخدمة والجني والتسويق وغيرها من عمليات الزراعية فلو كانت المساحة صغيرة جدا فهذه طبعا سوف تكون مكلفة لأنه كفاءة العمل فيها تكون ضعيفة فنقل العمال لمسافة هذا سوف نقضي كثير من اليوم في عمليات الذهاب والإياب والاستراحة وغيرها من عمليات خدمة العمال وبالتالي عدد الساعات سوف يكون قليل وبالتالي لا تكون العملية ذات جدوى أو النوع المساحات الصغيرة بحيث إذا أتى العمل المجموعة للعمال فهنا يقضون يعني يشتغلون ساعتين أو ثلاثة وينهون العمل وعليك أن تصرف أجور اليوم فإنه يعني كما معروف لدينا المقاول أو المتعهد إذا خرج إلى عمل فإنه يأخذ أجور اليوم سواء أنجز العمل بنصف اليوم أو ربع اليوم وهكذا وأيضا تكون غير اقتصادية بالنسبة للعامل إذا عمل على سلس الساعة فيعمل ساعتين في اليوم أو ثلاثات لا تنفعه وبالتالي يعتذر عن إنجاز هذه الأعمال فيجب أن يكون بمساحات مقبولة أيضا إذا أردنا أن نرى المساحات على أساس المساحة الكلية وأيضا المساحات المخصصة لكل صنف فطبعا كذلك لا يمكن زراعة مساحة شاسعة من صنف واحد يصعب معها القيام بالعمليات المحددة كعملية التحليق أو الخاف يعني خف الأزهار خف الثمار أو القطف والتقليم غيرها بوقت محدد تعلمون أن عمليات الخدمة لدينا في البساتين لها مواسم محددة فلا يمكن أن تقدم بعض العمليات ولا تؤخرها لأن النبات له دورة حياة في كل وقت له فعالية معينة ويجب أن نتماشى مع هذه الفعاليات الحيوية وبالتالي لو أردنا القيام بعملية من هذه العمليات بمساحة كبيرة سوف نحتاج إلى الكثير من العاملة المتدربة وبالتالي تكون العملية غير مجدية أيضا في الصنف طبعا ينصح بأن لا يقل مساحة البسانة عن 5 إكر ولا يزيد عن 15 إلى 20 إكر للصنف الواحد أو الأصناف المتقاربة أو متشابهة في حاجتها من عمليات الخدمة يعني إذا كانت لها نفس التوقيتات ونفس العمليات فبالتالي إذا كثرت المساحة فسوف يصعب العمل عليها وهذا طبعا يتطل أيضا من جانب آخر هو إذا كانت تنضج في نفس الوقت أو تزهر في نفس الوقت وتنضج نفس الوقت فسوف يكون هناك مشكلة في عملية القطف وفي عملية التسويق طبعا الموقع المهم بي كما قلنا سابقا هو الطقس طقس أو المناخ حقيقة لكليميت هو المهم ما هو أهم عامل مناخي يجب الاعتماد عليه في تحديد أنواع وأصناف الفاكهة المرازراتها في البستان طبعا درجة الحرارة هي العامل الأهم وإن كانت بقية العامل مهمة يعني كفرضا الضوء المتوفر أو الرياح أو الأمطار والرطوبة وغيرها كلها هذه حقيقة عامل مهمة ويجب الانتباه إليها ولكن درجة الحرارة هي العامل الأهم من أكثر من جانب الجانب الأول أنه يجب في المنطقة أن توفر عدد كافي من الساعات الباردة التي يحتاجها الصنف المراد زراعته وطبعا تعرفون الساعات الباردة تحتسب على أساس درجة الحرارة 7 درجة مئوية أو 7.2 درجة مئوية أو 45 درجة فهرا هايت ولكل صنف من الأصناف حاجته من الساعات الباردة لكسر طور راحة البراعم طبعا هذه العدد الساعات الباردة يجب أن تتوفر خلال طور السكون وقبل أن تبدأ البراعم بالتفتح أو قبل موقع التفتح البراعم فمثلا كما يقول الكاتب هنا منطقة جاكوين تحتاج أو تزرع غالبا أصناف الخوخ والنكتارين وهي تزرع الأصناف التي تتراوح عدد أو ساعتها من البرودة 650 إلى 850 ساعة باردة يجب أن تتوفر هذا العدد من الساعات قبل 5 شباط أو 15 شباط و15 شباط هو موقع التفتح براعم الزهرية لديهم أيضا حاجتها من البراعم الخضرية هي أكثر بقليل من حاجة البراعم الزهرية وهنا دائما عندما نسأل ونقول لماذا أزهار الفاكهة ذات النوع الحجارية تتفتح قبل البراعم الخضرية أو أن البراعم أو أن الأشجاب تزهر قبل التوريق فهذا أحد الأسباب وهناك سبب آخر يتعلق بعدد الساعة الوحدات الحرارية المتجمعة أيضا شتاء ينبغي أن لا يكون الموقع بارد جدا لا سيما في نهاية الشتاء وبدأة الربيع يعني عندما تتفتح البراعم وتظهر الأزهار وتعقد أثمار هنا أيضا تكون النباتات حساسة جدا لدرجة أو للبرودة درجة تحرارة خلال موسم النمو ينبغي أن تكون في مستويات معتدلة تضمن أو ضمن مدى إنجاز النبات لعمليات الحيوية بأفضل ما يكون لسيما عملية تركيب الضوئي طبعا نعرف أن عملية تركيب الضوئية هي العملية الأهم لتصنيع الغذاء الذي سوف تحتاجه الشجرة لنمو الثمار وكبر حجمها وأيضا في تحسين نوعيتها وبالتالي صحف عملية تركيب الضوئي هو المهم النيتفوتوسانثيس هو الأشيء المهم لدينا فقد يكون هناك عمليات تركيب الضوئي بمستوى جيد ولكن إذا ارتفعت درجة الحرارة فسوف يكون هناك استهلاك أيضا لهذه المواد بعملية التنفس وبالتالي صحف عملية تركيب الضوئي سوف يكون قليل ولا يضمن تكون ثمار بمواصفات جيدة طبعا الصيف يجب أن لا يكون شديد للحرارة بحيث يسبب أضرار للثمار أو باقي أعضاء النبات هناك أيضا أمر آخر وهو طول موسم النمو فطول موسم النمو للموقع يجب أن يكون أطول من طول موسم النمو لثمار الصنف فطول موسم النمو دائما هو ما يعبر عنه عدد الأيام من آخر إنجماد ربيعي إلى أول إنجماد خريفي ولا يتكون فيه درجات الحرارة مناسبة لنمو الثمار أما بالنسبة لصنف طول موسم النمو للصنف يحتسب على أساس عدد الأيام من الإزهار الكامل إلى نضج الثمار ولذلك فتعد الساعات الباردة وتوفرها العام الأهم والمحدد لنجاح زراعة أصناف الفاكهة النبضية لأنه ساء الأشجار الفاكهة النبضية تتميز بحاجتها إلى الساعات الباردة أيضا في الأماكن التي تتميز بوجود برودة في الشتاء ولاسيما إذا كانت المناطق فيها وديان ومرتفعات وسفوح فهنا لا يفضل زراعة البساتين في الوديان لأنها سوف تكون عبارة عن جيوب باردة نتيجة تدفق الهواء البارد من السفوح والمناطق المرتفعة إلى الوديان وبالتالي هذه الجيوب الباردة أو كميات الهواء الباردة سوف تنخفض درجة الحرارة وتؤدي إلى الأضرار بالأشجار وعليه تزرع في هذه المناطق بساتين الفاكهة في السفوح والمنحدارات أو المواقع المرتفعة قليلا عن محيطها مسافات الزراعة أيضا مسافات الزراعة هي واحد من المواضيع المهمة الذي يجب الاهتمام عليه أو فيه عند إنشاء البساتين طبعا القرار مسافات الزراعة قرار يجب أن يؤخذ قبل أن نبدأ بعمليات التنفيذ حقيقة وهو من مراحل الدراسة لأنه قبل ما نبدأ غرس أو شتلات في الأرض يجب أن نوفر نظام ري ولذلك نظام الرأي عندما نأتي إلى نظام الرأي كان سواقي أو كان أنابيب رئيسية أو فرعية يعني المصادر المياه يجب أن نعرف أين يكون موقعها وبالتالي يجب أن نأخذ قرار مسافات الزراعة قبل الغرس أيضا ممكن أن ننجز مثلا إذا كان طريقة الرأي بالتنقيط أو بالمرشات الصغيرة فهذه ممكن أن ننجز الأنابيب الرئيسية والأقفال والتي تسيطر على الماء قبل الزراعة وبعد الغرس ممكن أن نضع الأنابيب الصغيرة والصوندات كما نسميها والمنقطات عند الشتلات بعد الغرس ولذلك مسافات الزراعة مهمة طبعا مسافات الزراعة موضوع صعب جدا وقراره يحتاج إلى دراسة عدد كبير من المواضيع والنقاط ولذلك مسافات الزراعة تختلف ما بين نبات وآخر وفي منطقة وأخرى يعني نفس الصنف ممكن أن نزرعه في منطقة بمسافات كبيرة أو في منطقة أخرى مسافات صغيرة وهذا كله يتمد على عوامل عديدة منها النوع والصنف وطبيعة النمو طبعا لكل طبيعة نمو قسم من الأنواع والأصناف منتشرة تحتاج إلى مسافة كبيرة وبعض الآخر يكون قائم وهذه قليلة طبعا هو مسافة الزراعة حقيقة بالنهاية يعتمد على أن الأشجار عندما تصل إلى الحجم النهائي المراد وصولها إليه بعد عملية التقليم والتربية أو التقليم لا يكون هناك تزاحم ما بين الأشجار أو تداخل فيما بعضها بحيث لا تظلل بعضها بعض الآخر ولا يظلل أعلى أسفلها أيضا نحتاج إلى ترك مسافات كافية لعمليات الخدمة والآلات ويروها هذه هي النظري التي نعتمد عليها ولذلك فالنبات يختلف أولا حسب طبيعة النبات وهذه يعتمد على الصفات الوراثية أثنين التربة الطبيعة التربة نسجة التربة خصوبة التربة عمق التربة ما تحويهم مادة أضوية كلها أشياء تؤثر يعني بنية التربة تؤثر على مدى تغلغ الجذور ونشاطها ونموها في هذه التربة وبالتالي تؤثر على حجم الشجرة لاحقا وتزاحم الأشجار فيما بينها على موارد التربة وأيضا موارد الضوء والهواء لاحقا الثلاثة توفر المياه وطريقة الري أيضا توفر المياه وطريقة الري تعتمد أيضا تؤثر في حجم الشجرة لاحقا وبالتالي تؤثر في مسافات زرعة طريقة الري المختارة طبعا عندما نحدد كمية الماء للشجرة سوف تتحدد المجموعة الجذرية وبالتالي تكون الشجرة أصغر مما لو كانت كميات الماء كبيرة وتدعو إلى انتشار المجموعة الجذري المعدات والآلات المستخدمة في قدمة البستان هل تستخدم الآلات يدوية؟ الآلات الصغيرة؟ المكان الصغيرة؟ الأساحبات الصغيرة كالكابوتة مثلا أو نستخدم آلات كبيرة؟ أيضا هذه طبعا تتبع المعدات أخرى معدات المكافحة، معدات جمع المحصول، معدات الجني، معدات التقليم إذا كان ميكانيكي في بعض الأمور إذن كل هذه تعتمد، يعني تؤثر في تحديد مسافات الزرع طبيعة الأرض من حيث الانحدار والتضاريس أيضا قد تحدد، يعني طبيعة تحدد مسافات الزرع فمثلا قد نحتاج إلى أن نقوم بتوزيع مسافات الزرع تبعا للأرض فهناك أماكن إذا كانت مثلا منحدرة تصلح للزرع وغيرا لا تصلح أو نقوم بتعديل الأرض وعملها كمساطب أعضا هناك جانب آخر قد تكون المسافة الأفوقية في المنحدارات تكون صغيرة جدا وإن كانت المسافة ما بين شجرة وأخرى على الأرض بعيدة وبالتالي نأخذ إلى مساقط هذه الأشجار بحيث لا تتداخل مع بعضها سبع طريقة التربية المعتمدة للأشجار كيف سنربي الأشجار لاحقا؟ أي أنه طريقة الوسط المفتوح مثلا التي تدعو إلى انتشارشها أم إلى وسط أو إلى الساق الرئيسي المحور أو الساق الرئيسي وغيرها من الطرق المعتمدة الأصول المستخدمة للأشجار الصنف هل هي أصول مقصرة أم منشطة؟ مساحة الأرض المتوفرة للاستثمار طبعا نحن هدفنا من كل هذا هو أن نستغل الأرض أفضل استغلال وبالتالي قد نقوم بزياد عاد الأشجار نتيجة صغر المساحة المتوفرة ونعامل الأشجار معاملة بستانية خاصة بحيث نحافظ على حجمها الصغير عموما ينبغي اتخال القرار وتحديد مسافات الزراعة بحيث تستغل الأرض المتاحة أفضل استغلال دون التأثير على سير العملية الزراعية أو استخدام الآلات والمكان المتخصصة للحسوال لأفضل إنتاج بنوعية جيدة لضمان المردود الاقتصادي الملاءة إذن هذه بعض الأفكار التي طرحناها في هذا المجال نأتي إلى اختيار الأصناف كيف نختار الأصناف لزرعاتها في البستان طبعا عندما نتكلم عن الأصناف دائما بس هاتين الفاكهة دائما يتم اختيار مجموعة أصناف تزرع بطريقة معينة بتوزيع معين بحيث نضمن الحصول على التلقيح الخلطي لأن التلقيح الخلطي حيقيا في بين الأصناف حتى وأن كانت الأصناف خصبة ذاتيا فالتلقيح الخلطي هو الأفضل لإنتاج أكثر كما ونوعا فالصنف يجب أن نتوفر فيه بعض الشروط لكي يكون ملائم للزراعة في المنطقة منها أولا أن تكون حاجته من الساعات الباردة أقل من عدد الساعات الباردة المتوفرة في الموقع إذن أول عامل وعامل محدد جدا عندما ندرس المنطقة من ناحية الساعات الباردة فإذا وجدنا فيها مثلا منطقة عدد الساعات الباردة فيها خمسمائة ساعة لا يمكن أن نأتي بالصنف يحتاج إلى ستمائة ساعة أو ستمائة ساعة للزراعة إذن يستبعد جميع الأصناف خارج هذا المدى من ساعات البرودة ومن ثم ندرس باقي الاحتمالات في الأصناف المتبقية أن نتحمل درجة حرارة مخفضة شتاء والمرتفع صيفا دون التأثير على نوعية الثمار إذن بالشتاء لا يقتل لا تقتل براعمه ولا تقتل خشبه وأيضا بالصيف لا تتأثر نموة الخضرية أو الثمار سلبا له طول موسم نمو ناسب المنطقة أيضا كما قلنا في درجة حرارة إذا كانت طول موسم نمو المنطقة مثلا 150 يوم لا ينفعنا أن نأتي بالصنف تحاج إلى 200 يوم حتى تنضج ثماره إذن لا يصلح أيضا عامل محدد أن يكون الصنف طبعا مرغوب من قبل المستهلك ولا وجود باقتصادية وهذا هدف أساس بالنسبة للمنتج أيضا يناسب الغرض من إنشاء البساتين فإذا كانت للتصنية فنأتي بأصناف للتصنية وإذا كانت طازجة نأتي للأصناف للإستهل الطازج أو للتجفيف وهكذا طبعا أن يكون مطعم أشجاء الأشجار أو وجاء هذا الصنف تكون مطعمة أو ركبة على أصل يناسب التروة طبعا ونعرب أنه الترب قد تكون مثلا تربة ثقيلة وأخرى خفيفة وأخرى يعني شالو أو يعني غير عميقة أو تربة عميقة وقسم منها مثلا مصابة بعض الأمراض التي تضر بالنباتات وبالتالي علينا أن نختار الأصل المناسب أن يعني يكون معروف صنف معروف وأن نحن دائما نقول الأصناف هي كلونز أو سلالات معروفة وعليها دراسات بحيث نعرف طبيعة نموها وحاجتها إلى التقليم والتربية وعمليات الخدمة أيضا يكون معروف الأخصابية أو الأثمارية فهل هو يعني مثمر ذاتيا ممكن أن تجتمار بكمية ونوعية جيدة إذا زراعة منفردة في البستان أم يحتاج إلى زراعة مختلطة أم إلى تلقيح وإذا كان يحتاج إلى ملقحات فيجب أن نعرف الملقحات لهذا الصنف ما هو الصنف الملقح الذي يناسبه ويمكن زراعتهم معه في البستان والملقح أيضا يجب أن ينبغي أن يكون صنف معروف وذوقيمة اقتصادية أيضا إذا كان ممكن أن نعرف مقامة هذا الصنف للآفات الحشرية والمسببات المرضية المستوطنة في المنطقة لأن في كل منطقة هناك آفات سواء كانت حشرية أو مرضية وهذه معروفة تصيب الأشجار أو هذا الصنف في تلك المنطقة فنعرف عموما يفضل اختيار عدة أصناف لصنف واحد للزراعة المتلطة في البستان الجديد بما يتناسب والتركيح الخلطي لأنه يحسن من صفات الثمار حتى للأصناف ذات التركيح أيضا تكون الأصناف لها موسم نوم مختلف أي أصناف مبكرة وأخرى متوسطة وأخرى متأخرة ليسفل معها عمليات الخدمة والتسويق فزراعة صنف واحد أو أصناف لها نفس مؤدل النضج سوف تخلق للمنتج مشكلة في إدارة المحصول من ناحية الجني وطريقة التسويق وإنها سوف يذهب به بسرعة عامة فطبعا هذه بعض الملاحظات المأخبوذة من هذه المحاضرة التي سوف ترفق لكم أما إذا ذهبنا إلى المصادر المختلفة فكلها تتحدث عن إنشاء البساتين بطرق مختلفة ولكنها تقع ضمن هذه المحاور فهي غالبا ما تقسم المراحل إلى مرحلتين مرحلة الدراسة والتحضير وهذه ماذا سوف ندرس قبل أن نبدأ بعملية تخطيط البستان وإنجاز خطوات العمل دراسة عامل البيئة والمناخ وهذه تحدثنا سابقا دراسة تربة نوعية وخصوبة وعمقها دراسة وجود العمالة والمعدات والمكان ومقازن المبردة وبيوت التعبية وغيرها من المستلزمات التي ممكن للمنتج أن يحتاجها دراسة أحوال السوق والحاجة إلى الأنواع الأخرى إلى الأنواع المختلفة السوق ماذا يحتاج وماذا نزرع إذا كان هناك نقص فممكن نغطى النقص بها أو إذا كانت هناك مثلا مصانع وغيرها ممكن نزرع بغرض الاستفادة من المصانع والتسويق الداخلي أو الخارجي أيضا دراسة الأنواع والأصناف المقترحة زراعتها دراسة لنفس النباتات لنوعية النباتات لصفاتها الوراثية والمظهرية وملائمتها للمكان الموجود هذه أيضا دراسة بعدها يمكن دراسة وتقرير مسافات الزراعة يعني انتخاذ القرار ما هي مسافات الزراعة المناسبة وما هي طريقة رأي المناسبة وغيرها العامل المهم حقيقة بالنتيجة بعد كل هذه سوف نرى الجدول الاقتصادية وهو طالعامل أهم الجدول الاقتصاد لأنه كل المشاريع إذا لم يكن فيها ربح فبالتالي لا يمكن القيام بها لأنه ما من أحد يعني يستثمر رأس أموال بدون وجود أربع بعدين تأتي المصادر تتكلم عن التنفيذ والتنفيذ طبعا يشمل كثير من القضايا ولكن منها تحضير الأرض مثلا التسوية تحضير المساطب الكنتورية التخلص من الطبقات السلبة والاستخرية الحراثة وقد يقال حراثة المتعامدة الحراثة العميقة يعني كثير من الكلام سوف تجدنه مكافحة الأدغال أيضا مكافحة الأدغال بطرق مختلفة تعقيم التربة تعقيم التربة ضروري جدا لأسيما إذا كانت الأرض مستغلة سابقا ببساتين وإجار فاكه قديمة ودائما ما نقول بأنه ينبغي عدم تكرار زراعة البساتين يعني عندما تنتهي البساتين النوع يفضل تغيير النوع وهذا أفضل لأسباب منها وجود الأمراض التي موجودة في التربة أو استنزاف يعني مصادر التربة فلا تزرع نفس النباتات في نفس الأرض بعدين تخطيط البستان وهذا يشمل طبعا طبعا هو من أطماء الدراسة طبعا عندما يدرس نقوم بإنشاء مخططات لهذه لأرض البستان فبالتخطيط يخطط تحدد الطرق قنوات الري مصادات الرياح أماكن السكن للعمال الإدارة قراجات الآليات وغيرها من الأشياء التي ممكن نحتاجها في البستان من ثم تحديد أماكن زراعة الشتلات يعني متى تزرعين تكون موقع الشتلات وهذه طبعا تزرع حسب الأنظمة المعروفة نظام رباعي نظام خماسي مستطيل مربع مثلت وهكذا تبعا لمسافة الزراعة وتأخذ النظام معين وبالتالي يحدد أماكن الشتلات بعدها نأتي إلى غرص الشتلات وتنفيذ شبكات الري نحن ممكن أن ننفذ شبكات الرئيسية وتبقى فقط الفرعية التي تصل إلى الشتلات فنقوم بغرص الشتلات وغرص الشتلات أيضا عملية معروفة أعتقد لديكم ممكن مراجعتها في أي مصدر بعدين إدامة حماية الشتلات يعني الشتلات الجديدة كيف سنحميها من الرياح من البرودة من الحيوانات والقوارض وغيرها طبعا هذه كلها ممكن أن رجوع إلى أي كتاب من كتبكم كتب المنهجية الآن سأستعرض عليكم ببضع دقائق هذه المقالة الموجودة بعنوان لجيمز لارو وهذا يتكلم عن موقع محدد في أوليات المتحدة الأمريكية وقد أخذت منه كثير بعض المعلومات المهمة في المحاضرة التي سردتها على حضارتكم قبل قليل يتكلم هنا عن Size Selection و Size of Archard يعني والوذر طبعا هنا تكلم وتكلم عن تأثير Extreme Cold البرودة وأضرار البرودة أيضا الرياح وتأثير الرياح وهنا تكلم عن الهل والهل معناها الحالوب أو البرد وهنا يشير إلى أنها تكون مضرة إذا كانت في مرحلة تزهير أو مرحلة نمو الثمار وهنا سوف تؤدي إلى أضرار بالثمار أيضا الحرارة الهيت أيضا هنا يتكلم عن Total Heat Units بإمكانه طبعا هنا أهل سلف هذا هذا طبعا يؤدي إلى يعني في كثير من هذه الأضرار إضافة مع الووتر سبلايز وهنا يعني نتكلم عن هذا الموضوع وأهمية المياه وأهمية المياه وأهمية المياه من الماء يجب توفرها تبعاً لمرحلة النمو للحصول على افضل انتاج وعدم هدر هذه المياه الى المياه الجوفية. ايضاً يتحدث عن هنا عن المحاصيل المزروعة سابقاً او امراض المحاصيل المزروعة سابقاً ويركز على النمات وداء. هنا في مضوع تحضير ارضي تكلم عن الاسلوب او الانحدار فهنا يجب ان تكون ارض البستان فيها شيء من الانحدار القليل بحيث يضمن تسريب الماء الاسيما في الامطار الغزيرة لكي لا تتغدق التربة ويتخلص منها. بعدين يتكلم عن وهو تحضير التربة من ضمن الاشياء التي اضافة الى الحراثة ويرها ولكن هذه تحدث عن ازالة الطبقات الصخرية الصالبة او يعني هذه يجب ان تخلص منها بالحراثة الحميقة او تكسير تلك الطبقة. ايضاً يجب ان تكون هناك اهمية للدرنج اهمية او تصريف المياه لكي لا تكون هناك تغدق في التربة. ايضاً التسوية هنا ايضاً يتكلم عن التسوية واهمية التسوية وباستخدام الالات وايضاً هنا يتحدث عن مكافحة الادغال. هنا عن التعقيم بالنسبة للتربة. وبعدين نتكلم عن وتكلمنا عن مسافات الزراعة ومسافات الزراعة المناسبة لزراعة تلك النباتات لديهم. الغرس هنا الغرس كيف يقوم بعملية الغرس وتنظيم الشتلات حسب النظام المستخدم. فهنا ايضاً يبدأ مرحلة بمرحلة كيف له ان ينظم هذه الاشجاب. هنا يتكلم عن موضوع حقيقة مهم وهو موضوع دليينج بلاينتينج. هنا كيف لنا ان نؤخر الشتال او الغرس. بعض الامور عندما نزرع مساحات كبيرة من البساتين. وقد نأتي بالشتلات وتكون يعني اما عدم كفاية العمالة او الارض ما زالت غير جاهزة وبالتالي علينا خزن. الشتلات في درجات حرارة اه من اثنين الى اربعة درجة اه مئوية. على اه نحافظ على رطوبة اه جذورها. ايضاً اتكلم هنا اتا ال ال اذا ما كانت يعني الشتلات اه لم تزرع لفترة طويلة خزنة لفترة طويلة وتم غرسها بوقت متأخر. فهنا سوف اه تنجح الشتل هو هو يقول انها سوف تنجح اه ولكنه اه سوف اه نفقد اه قوة النمو لهذا الموسم وبالتالي نتأخر في عمليات اه التربية. الفلنجولز كيف بعد غرس نقوم بعملية املاء الحفرة وهنا يقول هو يريد ان اه يعني نقوم اثناء الغراس ب اه يعني اضافة الماء قبل ان نملأ الحفرة بالبئة التربة ومن ثم نكمل عملية الدفن التربة او او املاءها وبعدها نقوم برية اه كاملة. البرونج ايضا لنا التقليم لشتلات اه في الموسم الاول كيف نقوم بعمل الشتال. اه بعدين نتحدث عن البروتينج اه بروتينج تريز وهنا يقصد عن يعني حماية الاشجار ايضا. هنا ثم كيرنج فور يانج تريز هنا اه اه يتحدث عن العناية بالشتلات الالفتية من ناحية الاريجيتينج ان فرتلايزينج. وبعدين حماية الاشجار. وهنا ايضا موضوع حقيقة جديد هو الورشارد فلور مانجمينت وهنا يتحدث عن اه ادارة ارض البساتين وفيها يعني كومبيت كالتفاشن وفيها ان انتر جروبينج ايضا زراعة المحاصيل اه الموسمية او الوسط او يعني البينية كما نسميها وهنا يتحدث عن البير نن كالتفاشن وبارشل نن كالتفاشن وهذه اه سوف ترونها فيها الصورة هذه نن كالتفاشن يعني كومبيت نن كالتفاشن يعني كل الارض تكون اه خالية من اي زراعة وهنا اه ايضا اه الاضغالة تتركها وتبقى فقط الاشجار نن كالتفاشن اما يعني بارشل اه هنا اه ايضا اه يعني هذه الصور وهنا ايضا الكوبرغروب ممكن ان تزرع محاصيل الكوبرغروب او محاصيل التعطية اه حقيقة هذه يعني المقالة ممكن الاستفادة منها وسوف ترسل اليكم ايضا كملف بيديف الى اضافة الى هذه الفيديو اه شكرا جزيلا اتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة